مدتل افتتاح أشغال الندوة الدولية حول توصيات آليات الاستعراض الدوري والشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان مناسبة لإبراز المكانات الكبرى التي أولها المغرب لحقوق الإنسان في ديبلوماسية وعلاقته مع شركائه سواء في منظومات الأمم المتحدة أو في مختلف فضاءات التعاون والشراكة هذه الندوة التي تنظمها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تكتسي أهمية بالغة لأن الاستعراض الدوري الشامل آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان في كل العالم أنشأها مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ توصيات هذه الاستعراض الدوري الشامل قضية أساسية إن للمغرب تجربة ريادية في هذا الميدان فلقد نسقت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عمل مهم جدا وهو طرح استراتيجي لتنفيذ هذه التوصيات فبراسة التجارب الدوري أخرى تقديم جريمة المغربية في هذا الميدان أعتبره قضية أساسية وستراتيجية هذه الندوة ستمكن من الاطلاع على تجارب أخرى من أوروبا من خلال فرنسا ومن أمريكا اللاتينية من خلال المكسيك ومن إفريقيا من خلال الموريسيوش وأيضا بعض التجارب التي طورتها المنظمات غير الحكومية دات الاختصاص في هذا المجال ويعتبر تكريس الاعتراف بالتعدد التقافي وتجريم التعديب والاعتقال التعسفي والاختفاء القصري والانفتاح على كل الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان مناطفا حاسما في مجال حماية حقوق الإنسان في المغرب المغرب أولى أهمية كبرى لإحترام والنهوض وكذلك الدفاع للحقوق الإنسان بدءا بالدستور الجديد الأم المتحدة منتزمة بدعم الحكومة المغربية في تنفيذ برامجها في هذا السياح أليت الاستعرض الدوري والشامل لحقوق الإنسان مناسبة لكل الدول الأعضاء يتبادل الخبرات والنقاش حول المكاسب التي حققتها كل دولة في تكريس تقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وكذلك الدولة في تكريس تقافة حقوق الإنسان ويندرج هذا اللقاء الدولي المنظم من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاوني مع مكتب برنامج أم المتحدة الإنمائي في المغرب في إطار التفاعل مع آليات أم المتحدة بشكل عام وفي مجال أداء التقارير المقدمة إلى هذه الليئات ترجمة نانسي قنقر